بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الرامع والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى في هذا اليوم الخميس الخامس عشر من شهر جماد الآخرة سنة خمس وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مستكثرين في هذه الليلة المباركة من ذكرنا لربنا جل جلاله ومن صلاتنا وسلامنا على المصطفى نبينا محمد وآله وهو القائل عليه الصلاة والسلام أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا تجلى للحياة فكان نورا بدين طاهر أهدى البشائر وسار ليملأ الكون شراحا وفي توجيهه طهر الضمائر عليه صلاة ربي ما تنادت إلى التكبير أصداء المنائر فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام شرعنا ليلة الجمعة الماضية في الفصل الذي جعله الإمام بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك هذا ما يتعلق بصفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ومضى فيها مجلسان الأول فيما يتعلق بالتكبير ودعاء الاستفتاح والثاني الذي وقفنا بعده ما يتعلق بالاستعادة والبسملة وقراءة الفاتحة وسكتاته عليه الصلاة والسلام فإذا فرغ من قراءة الفاتحة يقرأ سورة سواها لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن وكان هديه عليه الصلاة والسلام في قراءة السورة الأخرى بعد الفاتحة متعددا متنوع الأنحاء حفظت في سيرته ورويت في سنته صلى الله عليه وسلم جمعت تلك الروايات وصنفها الآئمة يسوق المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما الذي ثبت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام من القراءة بعد الفاتحة في الصلاة أي سورة كان يقرأ وكم ذاك المقدار الذي كان يقرأ به في الصلوات من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو الذي أورد فيه ما سنتدارسه الليلة في مجلسنا إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا إذا فرغ صلى الله عليه وسلم من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها ومعنى أخذ يعني شرع في قراءة سورة سوى الفاتحة إذن لم يكن يقتصر في صلواته صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الفاتحة فقط ولو اقتصر عليها لأجزأته لكن هديه كان أكمل من مجرد الاقتصار على القدر المجزء كان قراءة للفاتحة وقراءة لسورة أخرى سواها قال كان يطيل تلك السورة أحيانا أو كان يخففها لعارض من سفر أو غيره كأن يكون ذلك العارض مثلا أن يسمع في الصلاة صوت بكاء صبي أو صوت عارض فيخفف في الصلاة ويتوسط غالبا إذن كل ذلك ثبت تطويل القراءة وتقصير القراءة والتوسط فيها طيب التطويل والتقصير أمر نسبي فما الطول الذي نقصده بقراءته عليه الصلاة والسلام أي طول هل نقيسها بالصفحات أو بالأجزاء أو بعدد الآيات الروايات تصف هذا المقدار بتحديد أسماء السور وستقف الآن على أسماء سور بعينها كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلواته لكن قبل أن ندخل فيها ونتعرف عليها سواء كان ذلك في الفجر أو في الجمعة أو في غيرها من الصلوات تأمل معي أمر مهما يدعوك إلى فهم ما ستأتيك من الروايات بعد قليل الصلاة يا كرام أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي في العبادات في ميزان شريعتنا أيها المسلمون أثقل العبادات وزنا وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله الصلاة صلة بين العبد وربه الصلاة الركن الأوحد في أركان الإسلام الذي يرتبط بها المسلم كل يوم وليلة مرات ومرات لا لشيء إلا لما في الصلاة من معنى عظيم وحكم جليلة ارتبط بها المسلم في دينه ولهذا قال أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه ولا حظ في الإسلام لمن لا حظ له في الصلاة ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك تركوا الصلاة كل تلك النصوص وما جاء في فضائل الصلاة وحكمها وحكم مشروعيتها يدلك على مال الصلاة من شأن عظيم فإذا أدركت هذا ووجدت الصلاة عبادة ذات أركان وواجبات فيها قيام وقعود وركوع ورفع وسجود وتشهد وتسبيح وجدت أن جملة عبادات الصلاة داخل الصلاة هي جليل الذكر للوقوف بين يدي الله فإذا نثرت تلك العبادات التي تؤديها في صلاتك بدءا من تكبيرة الإحرام وانتهاءا بالتسليم في الصلاة وجدت أن القراءة حال القيام هي أعظم تلك العبادات التي في الصلاة تدري لما؟ لأنه يقرأ فيه كلام الله ولو تصورت ذلك لعلمت أن العبد إذا وقف بين يدي الله يدعوه ويناجيه ويسأله ويطلبه ويعظمه ويسبحه جعل بين يدي ذلك كله في أول ما يدخل في الصلاة أن يقرأ شيئا من كلام الله يتقرب إلى الله بكلامه سبحانه يقف بين يديه وهو يتلو كلامه جل جلاله ثم يركع تعظيما ويرفع تسميعا وتحميدا ويسجد إذلالا وإخباتا وتضرعا ودعاء تلكم هي الصلاة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما تكلم في صلاته قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن نريد أن نصل إلى ماذا يا كرام؟ نريد أن نصل إلى أن قراءة القرآن في الصلاة يعني ما بعد الفاتحة أو الفاتحة وما بعدها هو أعظم ما يفعله المصلي في صلاته وأجل ما يأتيه من العبادات داخل الصلاة فينبغي أن يأخذ هذا المعنى حظه الوافر داخل صلاة المصلين فإذا صلى أحدنا وذكر الله وقرأ القرآن ينبغي أن لا يزهد أو لا يقصر أو يسرع أو يعجل في هذا المقام العظيم الوقوف والقيام في كل ركعة نقول هذا لما سيمر بك بعد قليل من سنة تطويل القراءة أو التوسط فيها بمقادير هي اليوم بقياسنا وبحساباتنا وقياسا بصلاتنا فيها تقصير كبير لكن من أدرك هذا المعنى التفت إلى أنه إذا إن صلى فأعظم ما في صلاته الوقوف بين يدي الله وركن القيام الذي فيه قراءة القرآن على ما سيقول مصنف رحمه الله تعالى موزعا الحديث على فروض الصلوات الخمس بدءا من الفجر وانتهاء بالعشاء أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مئة وصلاها بسورة قاف وصلاها بالروم وصلاها بإذا الشمس كورت وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر وصلاها فاستفتح سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع نعم هذه جملة من الشواهد والأمثلة لما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وقد أجمع العلماء واتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على أن القراءة في صلاة الفجر أطول القراءة بين سائر الصلوات وأن السنة فيها التطويل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالف في هذا أحد من الفقهاء وذكر لك المصنف رحمه الله جملة من الأمثلة أولها حديث أبي برزة الأسلمي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة آية ما بين الستين إلى المئة آية وهذا يعدل اليوم بتقسيم الأجزاء والصفحات ما بين الثلث جزء إلى نصف جزء وزيادة في ركعتي صلاة الفجر وهو مقدار ليس بالقليل كان يقرأ بين الستين إلى المئة آية وحديث آخر ومثال ثاني قال وصلىها صلى الله عليه وسلم بسورة قاف وهو جاء في حديث جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه أيضا في حديثه عند مسلم وفي حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد والمثال الثالث قال صلىها بسورة الروم والحديث عند أحمد وبعض أصحاب السنن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمي في مسند البزار بالأغر المزني رضي الله عنه وفي الإسناد لين يستشهد ببعض الطرق ويتقوى كما ذكر المحدثون وأيضا من الأمثلة رابعا صلىها بسورة التكوير إذا الشمس كويرت كما في حديث عمر بن حريث عند الإمام المسلم كان يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس يعني يقصد بها سورة التكوير قال وصلاها بسورة الزلزلة في الركعتين كلتيهما من حديث معاذ بن عبد الله الجهني عن رجل من جهينة عن النبي صلى الله عليه وسلم والإسناد صحيح أخرجه أبو داود والبيهقي وله شاهد مرسد عن سعيد بن المسيب أيضا أخرجه أبو داود في المراسيل فقرأ في الفاتحة بعد الفاتحة بسورة الزلزلة في الركعة الأولى ثم أعاد قراءة الزلزلة مرة أخرى في الركعة الثانية فثبتت هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في السفر فقد ثبت أنه كان يخفف القراءة كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فسمعه يقرأ بالمعوذتين سورة الفلق وسورة الناس وقد كان في سفر صلى الله عليه وسلم والحديث أصله في صحيح مسلم وآخر الأمثلة التي أوردها المصنف أنه قرأ صلى الله عليه وسلم بسورة قد أفلح المؤمنون فلما ابتدأ السورة حتى بلغ ذكر موسى وهارون فأدركته سعلة يعني أدركه شيء من السعال والكحة حالت بينه وبين استمرار القراءة فركع صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وهذه تتجاوز نحو من أربع صفحات بتقسيم صفحاتنا في مصاحف اليوم هذه المقادير فيها طول كما ترى سواء قلت بسورة قاف أو بسورة أو بستين آية أو بسورة الروم ونحوها مع ما ثبت أحيانا من التخفيف كالتكوير والزلزلة والمعوذتين لكن الأصل المضطرد والغالب في أحواله صلى الله عليه وسلم الطول في صلاة الفجر ولذلك أسباب وحكم جعلت القراءة في صلاة الفجر في السنة أطول من غيرها من الصلوات منها أن صلاة الصبح ركعتين أن صلاة الصبح ركعتان وهي تدرك والناس أكثرهم نيام فيسن فيها التطويل وطول القراءة ليدرك الناس الصلاة فيستيقظ النائم ولا تفوته الجماعة ومن الحكم أيضا أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تطويل القراءة لما يتصل بين صلاة الفجر وقيام الليل وقد قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوى مقيلة فما بين الفجر وآخر الليل صلة وثيقة في ارتباط النفس والقلب وإقبالها على الذكر وإنشراحها لكلام الله عز وجل فإذا ذكر ذلك في قيام الليل فقد ذكر الله في شأن الفجر قوله عز اسمه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فهذا معنى عظيم يجعل للقراءة في صلاة الفجر ما ليس لغيرها من الصلوات ثالثا أن صلاة الفجر غالبا تكون عقيب النوم والناس مستريحون وليس عندهم من تعب الأجساد والعناء الذي قد يكون في غيرها من الصلوات فينشطون لتحمل الصلاة التي تقول فيها القراءة رابعا أن قال الفقهاء لما نقص عدد ركعات الفجر عن بقية الصلوات فإن أقصر الصلوات ركعتان فقط قالوا فلما نقص عدد ركعاتها جعل تطويل القراءة فيها عوضا عما نقص فيها من عدد الركعات وأخيرا فإن صلاة الفجر تدرك الناس وهم في أول يومهم وهم بعد لم يذهبوا لاستقبال المعاش وأسباب الدنيا فبالتالي يكون هذا مدعاة إلى فراغ الذهن وحضور القلب لقراءة الإمام في الصلاة والاستماع إلى كلام الرحمن جل جلاله فهذا الوقت الذي يتواطع فيه السمع واللسان والقلب أنفع وأبقى للأثر بكتاب الله عز وجل وتدبره على ما سيقرأه إمامهم في الصلاة هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فرحم الله امرأا حرص عليها وطبقها ورحم الله إماما كان في صلاته بالمأمومين أحرص الناس على أدائها متبعا فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم الله المأمومين أهل المسجد الذين يعينون إمامهم على تطبيق السنة ويفرحون بها وينشطون لها بل ويحثونه عليها وهم يتدادون فيما بينهم إلى الإقبال عليها وإلى حبها والتمسك بها ولكن لنكون على قدر أكثر صراحة يا كرام اليوم إذا صلى أحدنا إن صلى سنة راتبة أو صلى تحية مسجد أو فاتته الصلاة فصلى منفردا فإن الغالب علينا العجلة والاختصار والبحث عن أقصر السور التي تؤدى بها الصلاة فإذا قرأنا الفاتحة عمدنا في الغالب إلى قصار السور من قصار المفصل من جزء عامة أو إلى آيات محدودة كخواتم سورة البقرة وبعض ما نحفظه الناس عامة وهذا من حيث الصحة صحيح والصلاة مجزئة ولا كلام فقها على صحة الصلاة وإجزائها لكن الكلام عن الاستمتاع بالصلاة ولذة العيش فيها الدقائق التي يقضيها أحدنا في الصلاة رأس مال الصلاة قراءة القرآن فيها وهذا لا يحصل ولا يتأتى أعني التلذذ والاستمتاع بالقراءة في الصلاة إن كنت منفردا أو بالاستماع إلى قراءة إمامك إن كنت مأموما كل هذا لن يحصل ولن يتيسر لنا تطبيق السنة إلا في حال واحدة إذا فتحنا القلوب قبل الأسماع لكلام رب البرية جل في علاه أما إن كانت القراءة مجرد سماع بالآذان فإنها سرعان ما تسري فيها السآمة والملل ويدب فيها التعب ويعجل أحدنا في الصلاة لا أدل على ذلك من صلوات الترويح جماعة في المساجد في شهر رمضان فإن نصليها خلف الأئمة وإذا قرأ إمامنا جزءا في الصلاة من أجل أن يختم في آره آخر الشهر استطلنا الجزء الواحد المقسم على ثمان ركعات أو عشرين أو حتى عشرين وطالبنا الإمام بالتخفيف والتقصير وعندنا استعداد أن نتنازل عن شرف نير ختم القرآن آخر الشهر لأجل أن نصيب التخفيف وتخفيف القراءة والاكتفاء بنصف صفحة وصفحة تدرون لما؟ حقيقة لأننا نقف في الصلاة تدخل الآيات وأسماعنا لا تتجاوزها إلى القلوب إلى الأفئدة لا نعطي قلوبنا فرصة لأن تعيش متعة بكلام الله والتلذذ بآياته وفهم ما جاء في تلك السور العظام التي نسمعها في الصلاة فعندئذ فاتنا الحفظ الكبير فاتنا أعظم ما في الصلاة وهو سماع كلام الخالق جل في علاه يستطيل أحدنا الصلاة ويتململ ويبدأ يراوح بين رجليه يرفع هذه تارة وتلك تارة يحرك قدميه لأن نفسه قد دب فيها الملل وبدأ يشعر فعلا بالتعب وهي ركعتان كما في التراويح أو في الفجر لو حسبتها بالوقت ما تجاوزت خمس دقائق إلى سبع دقائق بما فيها من ركوع وسجود ورفع لكننا ربما وقفنا على الأقدام نتحدث ونتحاور ونتكلم إما استئناسا أو متابعة لموضوع أو لأي غرض من أغراض الكلام فنقف أضعاف ذلك الوقت ولا يصيب لا تعب ولا ملل هي هي النفس إذا حضر القلب للكلام الذي تسمعه ولا أعظم من كلام الله فإذا حضرت القلوب أنست النفوس واستراحت الأبدان وما عدا ذلك فسيظل حرصنا على هذه السنة في تطويل القراءة ولو فعلناها سيكون نوعا من تحامل النفوس على تطبيق السنة دون النفاذ إلى عمق ذلك والوصول إلى مبتغاه وسره وجوهره وهو الاستمتاع بكلام ربنا سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكان يصليها يوم الجمعة بألف لاميم تنزيل السجدة وسورتها الأتى كاملتين ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه أو قراءة السجدة وحدها في الركعتين وهو خلاف السنة ها هنا ثلاثة أشياء السنة في قراءة صلاة الفجر يوم الجمعة خاصة بقية أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس تطول فيها من القراءة على نحي ما سمعت من الأمثلة لكن صلاة الفجر يوم الجمعة السنة الثابتة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكما في حديث مسلم أيضا في صحيح مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة ألف لاميم تنزيل السجدة وفي الركعة الثانية بسورة هل أتى على الإنسان يقرأ السورتين كاملتين هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية نبه المصنف فقال ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه أو قراءة استجدة وحدها في الركعتين يقول ما يفعله كثير من الناس اليوم في زمنه رحمه الله قبل أكثر من سبعمائة سنة وهو الحاصل أيضا في مساجد الناس اليوم فإن بعض الآئمة أو بعض أهل المساجد حرصا على ألا تفوتهم سنة قراءة سورة استجدة لكنهم يستطيلون قراءة السجدة في ركعة والإنسان في ركعة فيريدون السنة لكن بتخفيف فيأتون إلى سورة استجدة فيقرأوا إمامهم صفحة من السجدة وفي الركعة الثانية يقرأوا شيئا من سورة الإنسان فيقول قرأنا بالسجدة والإنسان في الجملة قال لا هذا خلاف السنة ما السنة؟ قراءتهما كاملتين قال ليس هذا من السنة النقطة الثالثة قوله هذا خلاف السنة يا إخوة هناك فرق بين ترك السنة وبين مخالفة السنة لو أن إماما في صلاة الفجر يوم الجمعة قرأ من أي مكان من القرآن قرأ صفحات من سورة البقرة قرأ بسورة المرسلات قرأ بسورة الضحى بسورة الطارق من أي مكان صح ذلك فإذا قيل له لم تقرأ بسورة السجدة والإنسان هو ترك السنة هذا ترك للسنة أما من يأتي إلى السنة الثابتة سورة السجدة وسورة الإنسان فيأتي بها على نحو غير الذي ثبتت به في السنة لا يقال في هذا ترك السنة بل يقال خالف السنة فترك السنة أهول من مخالفتها ولا يسع المسلم في حرصه على السنة إلا الإتيان بها ثم هي سنة إن شيطلها وقوي عليها فالحمد لله وهذا من توفيق الله وإن لم يقوى عليها فليقرأ ما سواها قال رحمه الله من قراءة بعض هذه وبعض هذه أو قراءة السجدة وحدها ظنا أن قراءة السجدة والسجود في سورة السجدة مقصود لذاته قال رحمه الله هذا أيضا مما يعد من خلاف السنة حسن الله إليكم قال رحمه الله وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اجتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخور الجنة والنار وذلك مما كان ويكون يوم الجمعة وذلك مما كان ويكون يوم الجمعة ما الذي كان خلق آدم عليه السلام وما الذي يكون يوم الجمعة قيام الساعة فمبدأ الخليقة يوم الجمعة ومنتهى الحياة في الدنيا يوم الجمعة كما قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه خرج منها قال عليه الصلاة والسلام ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة فأكثر من الصلاة علي فيه صلى الله عليه وآله وسلم فالارتباط يوم الجمعة بمبدأ الحياة ومنتهى الحياة كان عليه الصلاة والسلام يحرص على قراءة السور التي فيها هذه المعاني أرأيتم؟ عدنا مرة أخرى إلى إحضار القلوب لما تقرأ وتسمع من كلام الله الذي يقرأ به في الصلاة ليس المقصود أن تسرد صفحتين أو ثلاثا أو تقرأ حزبا كاملا في ركعة المقصود ما الذي يقرأ وما الذي يدخل القلب وما الذي يعيه المصلي إماما كان أو مأموما أو حتى منفريدا هذا هو المقصد الأجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته في قراءة صحيحة لتدبروا آياته هذا المقصد تدبر القرآن حال القراءة حال السماع لأجل أن يتحقق المقصد الذي من أجله أنزل الله كلامه العظيم على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سورة السجدة وسورة الإنسان فيها هذه المعاني العظام خلق آدم دخول الجنة والنار فتكون القراءة يوم الجمعة تذكيرا ما يدري لعلها الجمعة التي تقوم فيها الساعة فقلبك قد استيقظ من صلاة الفجر وناله حظه من الموعظة والتذكير والاستقبال لما سيكون في ذلك اليوم العظيم فإن مد الله في الأجل وتأخرت الساعة فما يزال من تلك التبصرة والموعظة والتذكير قدر من حياة القلب بقدر ما يمتد من حياة البدن فتكون الحياة أنفع وأبرد وهي تعيش أثر الموعظة والتذكير بكلام الله عز وجل وهو القائل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بالقرآن التذكير يحصل بكتاب الله جل جلاله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم نعم خاصة كما تقدم أن الساعة تقوم يوم الجمعة كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية المجامع العظام كصلاة العيدين وصلاة الجمعة يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بتلك السور العظام سورة قاف وفيها المعاد وفيها المبدأ وفيها الجنة وفيها النار وفيها قول الحق سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وفي خاتمتها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لأجل اجتماع الناس يحضروا في العيد من لا يحضر أحيانا في الفجر والجمعة كالساكنين في البوادي والقرى وأطراف المدن لكنهم يجتمعون يوم الجمعة ويجتمعون في صلاة العيد فيحرصوا صلى الله عليه وسلم على إسماعهم من كلام الله ما قد يكون فيه نفع لقلوبهم وأحياء لنفوسهم سورة سبح والغاشية الأعلى والغاشية التي كان كثيرا ما يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وفي العيدين كذلك وهي التي يقرأ بها المصلي كل يوم في الشفع والوتر من صلاته التي يختم بها قيام ليله إن صلى شيئا من ذلك لما في هذه السور من المعاني العظام؟ مرة أخرى هو الالتفات إلى المعاني في تلك الآيات هو إعطاء القلوب حظها كما يأخذ اللسان والأذن حظهم من كلام الله عز وجل تلاوة أو استماعاً فإذا أعطيت أذنك حظها من السماع ولسانك حظه من القراءة بكلام الله عز وجل فحرام أن تحرم قلبك حظه وهو الاستماع والانتفاع والتأثر بكلام الله عز وجل الذي تقرأه إن كنت منفرداً أو إماماً والذي تسمعه إن كنت مأموماً أعطي قلبك حقه فإذا دخلت في صلاتك رعاك الله فليكن حضور قلبك مع اصطفاف قدميك في الصف واستقبارك للقبلة ورفعك ليديك في التكبير نعلم جميعاً أن الشيطان لن يتركنا وسيجاهد ما استطاع في صرف تفكيرنا وعقولنا وخشوعنا إلى كل أودية الدنيا هو يدرك أن صلاتنا إنما تنفعنا بقدر ما تحضر قلوبنا فلئن عجز أن يحرمك من الصلاة وأن يصرفك عن أدائها فغلبته بفضل الله ثم بإيمانك وحافظت على صلاتك وعجز أن يصرفك عن الحضور إلى المسجد وأن يقعدك فجاهدت نفسك ووفقك الله فحضرت الجماعة فإنه لم يتركك لتدخل الجنة بسلام وآخر جولة سيبذل فيها قصار جهده معك في الصلاة أن يشغل تفكيرك فيها وأن ينقص من حظك من الخشوع فيها فسل الله الذي وفقك للصلاة ولحضورها جماعة في المسجد والذي وفقك وهداك سله أن يرزقك الخشوع وأن يحضر قلبك معك في صلاته وإلا فهي آخر جولة من جولات الشيطان معك في الصلاة فلا تستسلم لها وليكن غلبتك وظفرك وانتصارك على شيطانك منذ الأذان إلى أن دخلت في الصلاة ليكن عوناً لك على أن تظفر بحضور قلبك وخشوعك فإنها رأس مالك في الصلاة والشيطان حريص وسيقعد لك بالمرصى وسيذكرك كل شيء نسيته خارج الصلاة ليذكرك به في الصلاة يحذص على ملء تفكيرك وشغل حواسك بشأن الصلاة وهكذا هو الأمر ولما قيل لبعض السلف إننا ننشغل كثيراً بالوساوس والخطرات في الصلاة وهذه اليهود والنصارى إذا صلت في كنائسها ومعابدها لا تجد مثل ذلك فقال وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب الصلاة الباطلة والعقيدة الفاسدة سيتركها الشيطان لأصحابها هي لن تقدمهم شيئاً بل تؤخرهم فلماذا يجتهد فيها معهم لكنه يجتهد مع الموفقين من أهل الإسلام المحافظين على الصلاة فافطل لذلك رعاك الله وانتبه فحضور القلب في الصلاة يبتدئ من تكبيرة الإحرام بل من قبل ذلك إذا رزقت النية الصالحة لأداء الصلاة في وقتها والتهيئ بأسبابها والإتيان إلى المساجد وحضور الجماعة فتبقى جولتك الأخيرة لأن تعيش بقلبك مع ما تعيشه بسمعك وأذنك ولسانك وسائر حواستك من متعتك بالصلاة هو طرف ندرك به معنى قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة جعل الله الصلاة لنا ولكم قرة عين وسعادة في الدارين أحسن الله عليكم وقال رحمه الله تعالى إلى الحديث عن القراءة في صلاة الظهر وقد اختلف العلماء فيما يسن في قراءة الظهر أهو من أوساط المفصل أم هو من تخفيفها والقراءة بطوالها قال رحمه الله كان يطيل قراءتها أحيانا ما حد هذا الطول وصفه الصحابة فقال قال أبو سعيد رضي الله عنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع وتعرفون البقيع هو موضع مقبرة البقيع اليوم المحاذية لساحة المسجد النبوي وإذا أدركت أن المدينة النبوية ببيوتها وأحيائها كانت حدودها هي حدود المسجد النبوي وساحاته اليوم يعني حدود ساحات المسجد النبوي هي أطراف المدينة فإذا أتيت البقيع فقد خرجت من المدينة فكانت دفن في مقبرة البقيع لأنها مقبرة خارج المدينة قال فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته والصلاة قد قامت فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته ويتوضأ ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى قال أبو سعيد مما يطيلوها فكان هذا وصفاً واضحاً عندهم وأن المقصد من تطويل الركعة الأولى في صلاة الظهر أن يدركها الناس وأن يحضروها ليدركوا الصلاة كاملة جماعة بكامل ركعاتها هذا تطويل لست بالضرورة تحسبه بالدقائق لكنه يقيناً أطول من ركعاتنا الأربع اليوم في صلاة الظهر يقيناً فإنك لو حسبت ذلك للذهاب وقضاء الحاجة والعودة والوضوء ثم الإتيال المسجد وإدراك الركعة الأولى فهذا مقدار ليس باليسير قدره العلماء في مقدار الصلاة في أحاديث متفاوتة سيسوق المصنف رحمه الله هنا بعضها أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكان يقرأ فيها تارة بقدر سورة ألف لاميم تنزيل يعني سورة السجدة كان يقرأ فيها تارة بقدر سورة السجدة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر إيش يعني حزرنا؟ قدرنا وخمنا قال فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية قدر ألف لاميم تنزيل السجدة وثلاثون آية كما هي في مقدار سورة السجدة هي أيضا في مقدار سورة الملك وهي قريب من ثلاث صفحات بمصاحفنا المعاصرة اليوم قال رضي الله عنه وحزرنا قيامه في الأخيرتين يعني في الركعة الثالثة والرابعة على النصف من ذلك ثم تكلم عن صلاة العصر فقال أيضا من المقادير التي تقرأ بها في صلاة الظهر مقدار سورة أستجدى أحسن الله إليكم قال رحمه الله وَتَارَةً بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَتَارَةً بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ سورة الأعلى والليل والبروج والطارق من سور جزء عامة التي يسميها العلماء من أوساط المفصلي حزب المفصل من سور القرآن الكريم هو آخر الأجزاء من كتاب الله جل جلاله الذي يبتدئ من سورة قاف إلى سورة الناس أربعة أجزاء وسورة بعض العلماء يقول حزب المفصل يبدأ من سورة الحجرات وبعضهم يقول من الفتح أو من سورة محمد صلى الله عليه وسلم لكن الأرجح أنها من سورة قاف سورة من سورة قاف إلى سورة الناس هذه سور المفصل وسمي هذا الحزب من القرآن بالمفصل لأنها كثيرة الفواصل بالبسملة يعني لقصر السور التي تفصل بينها البسملة ليست كالسور التي فوقها من الطول بما هو أكثر من ذلك هذا الحزب من سورة قاف إلى الناس ينقسم ثلاثة أقسام طويل ووسط وقصير أما طوال المفصل فمن سورة قاف إلى سورة النبأ جزآن أو ثلاثة أجزاء الذاريات والمجادلة والمل هذا طوال المفصل ووسط المفصل أو أوساطه من سورة النبأ إلى سورة الضحى وقصار المفصل باقي السور من سورة الضحى إلى سورة الناس فإذا سمعت في كلام العلماء أو في كلام الفقهاء طوال المفصل تعرف المقدار نحو من صفحتين إلى ثلاث وإذا سمعت أوساط المفصل فهو على مقدار سورة النبأ والنازعات وعبس والتكوير والمطففين إلى سورة الفجر والبلد إلى الضحى وإذا سمعت قصار المفصل فالمراد به السور القصار من سورة الضحى إلى سورة الناس كان يقرأ في الظهر أحياناً بقدر سورة السجدة وأحياناً بأوساط المفصل كالأعلى والغاشية عفواً والليل إذا يغشى وسورة البروج والطارق كل ذلك ثبت بأحاديث بعضها في الصحيح كما عند مسلم من حديث جابر وعمراد بن حسين رضي الله عنهم في مقدار الأعلى والليل وأحياناً بالبروج والطارق كما في حديث جابر بن سمرة عند أحمد وأصحاب السنن رحم الله الجميع أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما العصر فعل النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت اختصر رحمه الله ما تسن قراءته في العصر والجمهور يرون أن القراءة في صلاة العصر بأوساط المفصل يعني بمقدار ما بين سورة النبأ إلى سورة البلد أو سورة الليل وهذا المقدار كما ثبت في حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك وفي حديث آخر عنه قال كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبهه ما يعني شبه ذلك والمقصود به كما تقدم أوساط المفصل قال على النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت احسن الله إليكم قال رحمه الله وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين ما عمل الناس اليوم في صلاة المغرب الاجتزاء الخفيف جدا يقول ابن القيم عمل الناس اليوم يومه أو يومنا يومه هو قبل أكثر من سبعمائة سنة وهو يقول خلاف عمل الناس اليوم فانظر كيف تتابعت الأمة عبر قرون على هذا النحو وهو التخفيف الشديد في قراءة صلاة المغرب مرة أخرى سأقول هذا ليس خطأا ولا مبطلا للصلاة الصلاة صحيحة ومجزئة إذا استكملت أركانها وشروطها وواجباتها لكن الكلام على الهدي النبوي وما الذي كان يفعله بأبي وأمه وعليه الصلاة والسلام نعم وأما المغرب وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلات قال أبو عمر بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لاميم صاد وأنه قرأ فيها بالصافات وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون وأنه قرأ فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فيها بالمرسلات وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل قال وهي كلها آثار صحاح مشهورة طيب ما السنة إذن التطويل تارة والتقصير تارة يعني كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعلى والتين والمعوذتين وقصار المفصل فإنه قد قرأ بسورة الصافات وقرأ بالأعراف وقرأ بالطور وكل ذلك من الطويل أما سورة الأعراف فلم تثبت إلا في رواية واحدة من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وسيذكرها المصنف بعد قليل أنكر على مروان بن الحكم أيام إمرته تخفيفه الشديد في الصلاة وكان يستديم قراءة السور القصار فقال ما لك تقرأ بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين فلما سئل فسر هو أو فسر بعض رواة الحديث قال سورة الأعراف أو ألف لام ميم صاد فهو يثبت شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب طويل جدا بل هو طويل حتى لو قلت عنه في صلاة الفجر التي يشرع فيها التطويل فهي وإن ثبتت لكن ليست مستمرة قرأ بسورة الصافات وهي أقصر من ذلك بكثير لكنها أيضا طويلة وقرأ بسورة الدخان ثم ثبت أيضا قصار المفصل وهو الذي استقر عليه مذهب الجمهور أن السنة في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان بن يسار كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصرة ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوان المفصلين فإذ ذكر هذا ضمن السنة ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وقد نقل المصنف عن الإمام الحافظ بن عبد البر رحمهم الله أن هذا التنوع في الهدي النبوي قال وهي كلها آثار صحاح مشهورة طيب إذا ثبت في السنة قراءة قصار المفصل كالتي يقرأ بها عامة الناس اليوم في صلاة المغرب فلماذا يقول ابن القيم رحمه الله كان هديه خلاف عمل الناس اليوم لأن عمل الناس اليوم اقتصر على هذا القدر فقط وتركوا بقية السنن الثابتة في الهدي النبوي في القراءة في صلاة المغرب نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما هذا الذي ينبه عليه المداومة دائما في صلاة المغرب على قراءة قصار المفصل وإلا فقراءة قصار المفصل ثابت في السنة وهو عن عدد من الصحابة في الرواية كما سمعت في حديثي أبي هريرة رضي الله عنه وهو أيضا من الآثار قال عبد الله الصناب حي صلى وراء أبي بكر المغرب قال فكان يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت حتى أن كاد تمس ثيابي ثيابة فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يعني في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بهذه الآية خاصة فهذا صحيح ثابت إنما الذي ينبه عليه المصنف رحمه الله الاقتصار والديمومة على هذا القدر دون غيره مما ثبت في الهدي النبوي أحسن الله عليكم قال رحمه الله وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال له ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين قال قلت وما طول الطوليين قال الأعراف وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن فذكره النسائي عن عائشة فلأخرجه البخاري في الصحيح في إثبات حديث زيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين يعني سورة الأعراف نعم وذكر النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف فرقها في ركعتين فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة وهو من فعل مروان بن الحكم كأنه يقول رحمه الله إن أول من أحدث الاقتصار على قراءة قصار المفصل دائما في صلاة المغرب مروان بن الحكم أيام حكمه رحمه الله نعم قال رحمه الله وأما عشاء الآخرة فقرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالتين والزيتون ووقت لمعاذ فيها الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة قال وأما عشاء الآخرة تسمى عشاء الآخرة لأنها آخر الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون كما في حديث البراء بن عازب قال سمعته يقرأ فيها بالتين والزيتون ووقت لمعاذ فيها سورة الشمس وسبح والليل إذا يغشى في حديث معاذ المشهور لما اشتكى إليه بعض أهل مسجده تطويله في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا قرأت فيها بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى فإنه من ورائك أو يصلي ورائك الضعيف والسقيم وذو الحاجة فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف في الصلاة لما كان معاذ رضي الله عنه يطول فيها فيقرأ بسورة البقرة ونحوها فثبت هذا إذن من هديه عليه الصلاة والسلام وجمهور الفقهاء يقولون السنة في قراءة العشاء القراءة بأوساط المفصل هذا المقدار الذي يعني ما بين سورة النبأ إلى سورة الضحة كما تقدم يعني أنت تتكلم على صفحة إلى صفحتين أو دونهما هو المقدار الذي تدور حوله السنة الثابتة في القراءة في صلاة العشاء ولو كان دون ذلك إلى نحو مقدار سورة الأعلى أو سورة الشمس والليل إذا يغشى كما نبه صلى الله عليه وسلم الصحابية الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وتقدم قبل قليل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوار المفصل أحسن الله إليكم قال رحمه الله ووقت لمعاذ فيها الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمر بن عوف فأعادها بهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة فلهذا قال له أفتان أنت يا معاذ أنكر عليه قراءته بالبقرة بعدما صلى معه وذلك أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ماذا يصلي؟ لا هو صلى العشاء يصلي نافلة بقومه فتكون نافلة له وهم يأتمون به في صلاتهم للعشاء وهذا مما استدل به الفقهاء على جواز أن يصلي الرجل فريضة خلف إمام يصلي نافلة معاذ رضي الله عنه كان يفعل ذلك لسببين الأول أنه إمام مسجد قومه إمام حيهم فلابد من أن يكون حاضراً في الصلوات ليأم بهم والسبب الثاني حرصه رضي الله عنه أن لا ينقطع عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تقوته الجماعة لشرف المسجد ومضاعفة الصلاة فيه بألف صلاة والأعظم من ذلك الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجمع بين الحسنيين يشهد الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ومن الفقهاء من قال بالعكس يعني هو يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وينوي نافلة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم بنية الفريضة والأمر في هذا واسع المهم أنه كان بعد هذا يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه يعني قد مضى من الليل وقت ليس باليسير فإذا رجع وقرأ سورة البقرة وهي طويلة كان ذلك استغراقا في وقت الليل وتطويل فيه وفيه صرف من الوقت غير الذي انصرف في صلاته في المسجد النبوي ورجوعه إلى قومه فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اشتكى له بعض أهل مسجده أنه يطيل بهم بل قال الشاكي يا رسول الله إني لأدع الصلاة من أجل فلان مما يطول بنا فكان هذا سببا لتركه الصلاة في المسجد وفي روايات أخر أنه حصل بينه وبين معاذ رضي الله عنه مشادة في الكلام فلما رأاه معاذ يقطع الصلاة ويتخلف عنه في الجماعة جعل ذلك من علامات لا تليق إلا بأهل النفاق فكانت هذه تهمة فرضب الرجل من ذلك وجاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا العتب النبوي من نبي الأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام لرجل من فقهاء الأمة وعلمائها معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يمثل إمام العلماء في الأمة المحمدية قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يأتي يوم القيامة يتقدم ركب العلماء برتوى يعني هو قائد ركب العلماء في الأمة في المحشر يوم القيامة فله من الفقه والعلم والدراية شيء ليس بالقليل ومع ذلك عاتبه حتى قال له أفتان أنت يا معاذ والحديث من رواية جابر رضي الله عنه في الصحيحين نعم قال فلهذا قال له أفتان أنت يا معاذ فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها نعم يقول من الخطأ أن يأتي بعض العوام بحديث معاذ رضي الله عنه فلا يجد ما يستشهد به من الحديث إلا الجملة أفتان أنت يا معاذ قالوا شفت يا إمامنا أنت تطيل الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ يعني يخاطبون آئمة في المساجد قصروا الصلاة بنا يرحمكم الله حتى لا تقعوا فيما وقع فيه معاذ وكان يطيل الصلاة قال ابن القيم رحمه الله هذا من سوء الاستشهاد بالأحاديث النبوية أن تجتزئ الجملة من سياقها وأن لا تعرف القصة وما حصل فيها قوله أفتان أنت يا معاذ هو ليس من أجل قراءته سورة طويلة فقط كلا بل من أجل ما حصل في القصة كان يتأخر في المجيء إليهم لأنه كان يصلي في المسجد النبوي فإذا جاء أطال الصلاة فيأخرهم في الانصراف ثم لما حصل بينه قال الإمام ابن القيم رحمه الله فتعلق النقارون بهذه الكلمة يعني قوله عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ قال ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها ما الذي كان قبلها السياق الذي كان فيه قصة معاذ رضي الله عنه مع صاحبه الذي جاء فقال يا رسول الله إني لأترك الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا وما حصل بينه وبين معاذ رضي الله عنه من الملاحات والخصام في هذه المسألة حتى كان تهمة له بالنفاق لعدم حضوره الصلاة جماعة في المسجد وما بعدها إرشاده عليه الصلاة والسلام لما قال له هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق أو الشمس وبحاها فأرشده إلى مقدار يتحقق به قدر أوساط مفصل كما يسميه العلماء قوله فتعلق النقارون أراد بهذه الكلمة رحمه الله وصفا لهذه الفئة من الناس التي لا تنتزع من الدليل إلا القدر الذي يحلو لها ويوافق هواها النقارون جمع نقار والمقصود بالنقار البحاث عن الأخبار ليلتقط ما يحلو له وما يوافق هواه وليس الغرض عنده تحقيق الحق ولا المسألة العلمية ولا إصابة الدليل ومثل هذا يقال تنبيها أن هذا النوع من التعامل مع الأدلة مخل غير موصل إلى الهدف منها ولا إلى إقامة الحق بدليله في المسائل التي تتعلق بالعبادات عامة وبالصلاة خاصة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين وسورتي سبح والغاشية وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه في صلاة الجمعة إما أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثاني بسورة المنافقون أو يقرأ فيها بركعة الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بالغاشية قالوا أما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين الجمعة والمنافقون مبتدئا من يا أيها الذين آمنوا في السورتين في الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وفي المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله قال فهذا لم يفعله قط وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم يبقى في هذا الفصل ما يتعلق بالقراءة في الأعياد وتنبيه ينبه عليه المصنف رحمه الله نأتي عليها ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى فاستكثروا جمعتكم ليلتها ويومها من الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافى كبدر التم شعب نوره فأحال ليل الحائرين ضياء يا رب صل عليه ملأ قلوبنا واكتب لنا في الخالدين لقاء اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون اللهم اجعلنا بكثارنا من الصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم يا ولي المؤمنين ويا ناصر المظلومين ويا راحم المستضعفين كل إخوتنا المؤمنين في فلسطين انصرهم نصرا وأزرا يا حي يا قيوم اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك شتت اللهم شملهم ومزق كيانهم واجعل بأسهم بينهم وخالف بين كلمتهم وانصر عبادك المسلمين على عدوك وعدوهم إله الحق يا سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعاف مبتلانا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين